المزمور الكبير المزمور ده جميل قوي يتميز عن باقي المزمير أنه أكبر إصحاح في الكتاب المقدس وأطول مزمور طبعا بيتكون من 22 قطعة وليه من 22 قطعة بقى؟ لأن داود النبي لما حطه فحطه على الحروف الأبجادية العبرية وهم 22 حرف فكل قطعة من دول بتبدأ بحرف من الأبجادية العبرية وكل قطعة من دول بتتكون من 8 آيات وكل آية بتبدأ بنفس الحرف مثلا القطعة الأولى واخدى الحرف الأولاني في العبري وكل الآيات التمانية تبدأ بنفس الحرف وهكذا القطعة التانية الحرف التاني والثمن آيات تبدأ بنفس الحرف فالمزمور ده هتيكون من 22 قطعة كل قطعة فيها 8 آيات يبقى إجمالي عدد آياته 176 آية وهو أكبر أصحاح وأكبر مزمور في الكتاب المقدس المزمور الكبير ده برضو يتميز بأنه عارفين كل المزامير اللي كتبها مثلا داود النبي أو الأباء اللي كتبوا المزامير في العهد الأديم كل مزمور كان ليه قصة كان ليه حكاية مثلا تلقوا مزمور يقولوا لما كان داود هربان من شاول والمزمور ده لما داود غلط وتاب ورجع لربنا لكن المزمور 119 ده لما كتبوا داود النبي ما كانش كتبه مرتبط بحدثة معينة لكن كان بيشتاء لكلمة ربنا وبيطلب إن كلمة ربنا دي إزاي تعمل فيه وفينا إحنا كمان لما نقرأ هذا المزمور عشان كده المزمور ده مميز جدا والكنيسة بحكمة اخترته عشان نصليه في صلاة نص الليل الخدمة الأولى وأنا نفسي أدعيكم يعني إن إحنا الفترة اللي جاية حتى لو بالليل أو في أي وقت تحبوا تصلوا وجربوا تصلوا المزمور ده لإن كلماته جميلة وبنعمة ربنا نحاول نشرح بعض منها في الفترة اللي قادمة من جمال المزمور ده قديس أساناسيوس الرسولي علق علي وقال إن المزمور ده يمثل حياة القديسين وقسمها قديس أساناسيوس ليه ثلاث مراحل قال المرحلة الأولى هي الحرب الروحية والمرحلة الثانية هو النعمة الإلهية والمرحلة الثالثة التمتع بالأمجاد الأبدية فقديس أساناسيوس شاف إن المزمور ده يمثل الثلاث مراحل دول فتلاقوا الأجزاء الأولى في المزمور تتكلم عن الحرب الروحية اللي بتواجه الإنسان الجزء الثاني أو اللي تلاقوه بيتكرر كتير في المزمور هو نعمة ربنا اللي بتساعد الإنسان في جهاده ضد الشيطان في الحروب الروحية والجزء الثالث فيه هو إزاي إن نتيجة الجهاد الإنسان ونعمة ربنا المؤذرة له يتمتع الإنسان بالأبدية فتلاقوا تقريبا معظم القطع فيها لثلاث مراحل دول أو تبدأ بيها وتتوسطها وتنتهي بيها في الأول إزاي الحرب وبعدين إزاي نعمة ربنا بتسند والثالثة إزاي داود النبي متهلل وفرحان يشكر ربنا الأباء يقولوا عن المزمور ده 119 أو 118 في ترجمات تانية يقولوا عنه كلام حلو قوي هقرلكوا الجملة يقولوا إن سفر المزامير بصفة عامة يلهب القلب لما يكون الإنسان فاتر في الصلاة ولكن هذا المزمور بصفة خاصة يلهب القلب الفاتر عن عمل الصلاة يعني إن الإنسان لما يلاقي نفسه فاتر مش قادر يصلي يبدأ يجبر نفسه يجاهد إنه يصلي المزمور ولكن هذا المزمور بالأكتر يلهب القلب للعمل بالصلاة أتمنى إن أنتوا تقدروا تصلوا هذا المزمور حتى لو أجزاء وليلة منه تختاروا مثلا النهار دي نصلي قطعتين بكرة قطعتين وهكذا عشان تدوقوا طعمه لأنه جميل كل مرة وإنتم طيبين لربنا المجد دائما أبدا أمين ترجمة نانسي قنقر